أكنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس ولا تنسوا دعمنا بلاي شكرا لكم عن مطجر بيع الزوجات زي ما حضراتكم شايفين كده العنوان هو مش المقصود بي ان المطجر ده بيبيع الزوجات ولكن هو المضمون يعني او مضمون الفيديو نفسه على ان الرجال لا يمكن ارضاهم باي شكل من الاشكال مهما كان صفات زوجاتهم ومهما كانت هذه الصفات جميلة ورائعة ولكن دائما الرجال يعني بتبحث عن مش هقولي عن الافضل ولكن بتبحث عن اي صنف اخر يعني طبعا الكل هيقول ما انت من الرجال ولكن والله يعني هي دي طبيعة الحياة هي كده يعني مفيش حد بيكون مرتاح في حياته يعني المطجر ده كان عبارة عن انه عبارة عن مجموعة ادوار الرجل اللي بيدخل يختار زوجة لنفسه وبنفسه بس بيتبع بعض التعليمات اللي هي بتحكم نظام المطجر يعني او حسب عمل المطجر الرجل له فرصة الدخول مرة واحدة لانه يشتري زوجة طبعا هو مش بيشتري زي ما احنا اتفقنا وقلنا يا جماعة في الاول عشان بس محدش يعني ايه تفكيره يروح لبعيد يعني الاختيار بيتم الاختيار من احد الطوابق حسب حسب رغبة الرجل يعني كل طابق السيدات الموجودة فيه ليها مواصفات معينة وليها اه ظروف معينة يعني اه اه دخل احد الرجال المطجر علشان يختار زوجة له يعني اه الطابق الاول كان مكتوب عليه يفطى كده او اه علامة او اه عنوان يعني النساء هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله النساء هنا لديهم عمل ومؤمنين بالله فدي حاجة كويسة جدا اه الراجل اه مشي اه طلع للطابق اللي بعد كده في الدور التاني وجد يفطى جديدة النساء هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون اطفالهم يعني الستات اللي هنا لهم اعمال يعملوها ومؤمنين بالله وبيحبوا كمان اطفالهم فالراجل اه حب ياخد صفات اكتر وافضل يعني طلع للطابق التالت فوجد يفطى جديدة مكتوبة النساء هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب الراجل قال كويس اوي ده جميل جدا وان بقى كل الصفات الجميلة دي وكمان شكلها جميل يعني معنى كده ان حاجة كويسة جدا قال اطلع كمان دور اشوف هيبقى اكيد احسن طلع للطابق الرابع لقى يفطى جديدة النساء هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب ويساعدون ازواجهم في الاعمال اتبسط جدا الراجل وقال كده معقولة جدا والموضوع هيبقى كويس ولكن قال خليني كمان اطلع دور يمكن الاقي افضل طلع الدور الخامس وجد يفطى جبيرة مكتوبة النساء هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب ولهم قابلية رومانسية عالية لمغازلة ازواجهم دائما فكان جميل جدا النساء هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب ولهم قابلية رومانسية عالية لمغازلة ازواجهم دائما حاجة جميلة جدا وكل الصفات دي لما تكون في ست ايه محتاج الراجل حاجة تانية اكتر من كده محتاج ايه لكن الراجل دايما بيطمع طمع في الاكتر وقال لما اطلع الدور اللي بعد كده اكيد هلاقي حاجة احسن من كده كمان طلع للدور السادس لقى يفطة كبيرة مكتوب عليها انت ازائر رقم اربعة مليون خمسمية ستة وستين الف سبعمية تسعة وتمانين هو الرقم كان كده معنى ده ان اربعة مليون خمسمية ستة وستين الف سبعمية تسعة وتمانين رجل طلعوا وما عجبهمش كل المواصفات الجميلة جدا اللي فاتت دي كلها وطمعانين في الاكتر علشان يلاقوا الدور اللي بعد كده اه اللي كان مكتوبة كده ومكتوب يفطة كبيرة كده ليس هناك اي امرأة في هذا الطابق لان هذا الطابق وجد خصيصا كبرهان ان الرجال لا يمكن ارضاؤهم شكرا للتسوق من متجر الزوجات وانتبه لخطواتك وانت تخرج وانا اتمنى لك يوما سعيدا ده كان يعني الحاجة النهائية او النتيجة النهائية للرجل اللي هو الوضع ده او اللي هو مش بيعجبه اي مواصفات بالشكل ده ولكن طبعا يعني في يا جماعة رجال كتير والله مش بالكيفية دي لكن الامور نفسها او الحاجة الحياتية نفسها هي اللي بتبقى ضغطة على الناس في تعاملاتهم وبينهم وبين بعضهم يعني نتمنى ان الجميع يا رب يكون عايشين في سعادة وفي الفة وفي موادة وما يحتاجش الرجال ابدا ان هم يروحوا للمتجر ده ولا يبحثوا عن زوجات من هذا المتجر لان في الاخر هيلاقوا اخر كلمتين اللي هم انتبه لخطواتك وانت تخرج ونتمنى لك يوما سعيدا اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم وافاد الجميع وان شاء الله يكون لنا فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا على المشاهدة